موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درس جديد في مكون تركيب كما نلاحظ سنتطرق إلى النداء ما هو النداء؟ سنتعرف على النداء إذن لنتأمل الأمثلة التالية لدينا أول مثال يا أحمد شغل الحاسوبة يا متدرب تمهل في عملك أي عبد الله راقب جيدا عمل الإنسان الآلي هيا مستعملا لوحة التشغيل انتبه عند إعطاء الأوامر إلى العقل الإلكتروني أي عاملا في كل مجال احرس على الضبط والدقة ضمانا للجودة إذن كما نلاحظ هنا لدينا بعض الكلمات بعض الأسماء لدينا يا أحمد يا متدرب أي عبد الله هيا مستعملا أي عاملا إذن هذا ما سنقوم بتحليله في الجدول التالي إذن كما نلاحظ هنا لدينا يا أحمد إذن ماذا نفعل الآن؟ نحن ننادي أحمد ننادي أحمد يا أحمد إذن استعملنا ماذا؟ استعملنا أداة نداء يا وأحمد هو المنادى إذن هو عبارة عن اسم علم نقول أحمد علم مفرد وكما نلاحظ فحركة الإعرابية مبنية على الضم يا أحمد علم مفرد مبني على الضم لدينا ثاني مثال يا متدرب يا متدرب إذن هنادي عمّا متدرب بأي أداة؟ يا إذن متدرب هنا نوعه ماذا؟ نكرة مقصودة لماذا نقول نكرة مقصودة؟ لأننا نقصد ذلك المتدرب بصفة خاصة نقصد متدرب بصفة خاصة ذلك المتدرب وكما نلاحظ هنا فهو مبني على الضم لوجود ضم فنقول مبني على الدم لدينا ثالث مثال أي عبدة أي عبدة عبدة ماذا؟ عبدة الله وهو منصوب إذن نقول أي عبدة كما نلاحظ فهو منادى هنا وهو مضاف لماذا قلنا أنه مضاف؟ لأن الله سيكون مضاف إلي عبد الله سيكون الله مضاف إليه وكما نلاحظ هنا عبدة فهو مضاف وهو منصوب لوجود فتحة كما استعملنا أداة نداء أي غير يا بالنسبة لعبدة عبدة الله فهو أيضا اسم علم ويمكن أن نقول أن أسماء العلم نوعان مفرد مثل أحمد مثل ما رأينا في المثال الأول ولدينا عبدة الله يكون اسم مركب نحن أخذنا عبدة الذي هو مضاف لدينا في المثال الرابع هيا مستعملا هيا مستعملا كما نلاحظ هنا لدينا أداة نداء هيا ومستعملا مستعملا ماذا؟ مستعملا لوحة التشغيل إذن مستعملا هنا نقول شبيه بالمضاف شبيه بالمضاف لنقول شبيه بالمضاف لأنه اتصل بشيء يتمم معناه التي هي لوحة التشغيل اتم معناها كما نلاحظ هنا كنا شبيه بالمضاف لوجود أيضا التنوين فالمضاف هنا منصب بالفتحة بالنسبة لشبيه المضاف يكون منون ونقول هنا منصوب إعرابه منصب لوجود تنوين الفتح كما يوجد لدينا أيضا أيا عاملا أيا عاملا إذن أنادي عاملا استعملت أي نداء أي أدات أيا إذن عاملا هنا نقول نكرة غير مقصودة لماذا قلنا نكرة غير مقصودة لأننا نقصد شخص بصفة عامة أيا عاملا لا أقصد شخص واحد أيا عاملا أي أن كان إذن بصفة عامة عكس النكلة المقصودة الذي نقصد فيه شخص بصفة خاصة واضح إذن ويكون هنا منصوب كما نلاحظ فهو منصوب بتنوين الفتح كما نلاحظ أيضا في الجدول فهنا تنوعت لدينا أدوات النداء لدينا يا أي هيا أي إذن ويمكن أن نقول أن أدوات النداء تتنوع وتختلف إذن لننتقل إلى الاستنتاج إذن سوف نستنتج ماذا؟ أن المنادة هو اسم المذكور بعد أدات النداء أن المنادة يكون واقع بعد حرف النداء ومن أدوات النداء كما رأينا يا أي أيا وهيا يبنى المنادة على ما يرفع به إذا كان علما مفردا أو نكرة مقصودة بمعنى أن العالم المفرد والنكرة المقصودة يبنى كل منهما على ما كان علامة رفعه وينصب المنادة إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير مقصودة كما رأينا في الجدول فالمضاف والشبيه بالمضاف والنكرة غير مقصودة ينصب كل منهما كما رأينا لدينا مستعملان عاملان ولدينا أيضا ولدينا أيضا عبدا إذن سوف نتطرق لنتعرف على نماذج من الإعراب إذن لدينا يا خالد انتبه يا حرف نداء مبني على السكون خالد منادى مبني على الضم لأنه علم مفرد انتبه فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستر تقديره أنت لدينا نموذج ثاني يا حارس مدرسة انتبه يا حرف نداء مبني على السكون حارسة منادى منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره وهو مضاف مدرسة مضاف إليه مجرور بتنوين الكسر لدينا انتبه فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستر تقديره أنت إذن من هنا نستنتج أن المنادى يكون ذلك الاسم الواقع بعد آدات النداء أو بعد حرف النداء التي هي يا أي هيا أيا وهو يبنى على ضم إذا كان العلم مفرد ونكر مقصود وينصب إذا كان مضاف وشبيب المضاف ونكر غير مقصود إذن إلى هنا تنتهي حصتنا وينتهي درسنا هذا ونلتقي في درس موالي بإذن الله ترجمة نانسي قنقر موسيقى